بسم الأب والابن وروح كدس إلهنا الواحد أمين في المناسبة الجميلة اللي بنحيها كل سنة نتذكر فيها ألام المسيح الخلاصية التي تعطي الخلاص للبشرية كتير أو يتألموا لكن لم يعطوا لأحد شيء بل بالعكس ربما بعض النزيء الذين تألموا في الحياة بسبب ربما خطياهم أما ما مكتوب عن المسيح الذي لم يوجد في فمه غش المسيح لم يفعل خطية ولم يفكر في الخطية يقول كتابه لم تكن عليه خطية لكنه أراد بإرادته الذاتية أن يحمل خطايا يقول الذي حمل هو خطيانا في جسده على الخشب فخليني النهاردة أكلمكم عن حاجة تخص حياتنا جايز أنت بتيجي تسمع وعظات كتيرة لكن النهاردة خليني أساعدك إزاي تبقى شخص مسيحي حقيقي وهقرى جزء من سفر شعية شعية خمسين أرجو أنك تركزوا في الآية اللي هقولها شعية خمسين عدد عشرة يقول من منكم خائف الرب من منكم بخاف ربنا من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده كلمة عبد يعني خادم من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله لو حضرتها قلت لك عرف لي شخص بخاف ربنا يطلع مين وجاية منها كلمة يتقي الله عندنا في مسيحيتنا ما عندناش خوف من الله لكن يا خاف الله هناك فرق في الكلمتين واحد بترعب من ربنا واحد بهاب ربنا عشان كده النص اللي ورد في سفر التكوين وسموه سفر البدايات كلمنا عن واحد خاف ربنا تستغربوا هو مين اللي خاف ربنا ده في سفر التكوين مين شاطر لا خاف الله مش خاف من ربنا هقول لنا النصه يولف قال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله مين ده إبراهيم لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني وكأنه أعطى تعريف جميل جدا عظيم أن أبونا إبراهيم نفذ وصايا الله فسمى الكتاب خائف الله يقول الآن علمت أنك خائف الله ولم تمسك ابنك وحيدك ولم تمسك ابنك وحيدك عني وده تعريف جميل جدا لما حضرتك تبقى بتنفذ وصايا ربنا اسمك بتخاف ربنا اسمك بتحترمه عندما تنفذ وصايا الله مش بتنفذ وصايا البشر يقول كده أن البشر مرات يسمعوا كلام بعض وينفذوا وصايا بعض إحنا ساعات نخاف من الناس والناس يقولوا علينا إيه لكن ما عنديناش فكرة أن ساعات ربنا برضو يبقى زعلان عشان أنت ما بنفس وصايا الناس بس المهمة في حياتك الكتاب المؤدس مليان بكل التعليم مزخر فيه كل التعليم إن أردت أن تعرف شيء عن أي موضوع من فضلك ارجع كتاب مؤدس أنا هجيب لكو تعريف عن خائف الله مكتاب مؤدس لو الشروط دي انطبقت عليك أصلي بيقول من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده مين ده هو اللي يطلع خائف ربنا بيقول كده في مزمور ستة وتلاتين يقول نأمة كلمة صعبة شوية نأمة معصية الشرير في داخل قلبي كلمة نأمة عشان هنا في مهندسين كتار معناها الأوريكل عارفين الأوريكل الشركة بتاعت أوريكل بتاعت البروجرامنج والحاجات المهندسين عارفين شركة كبيرة كلمة أوريكل يعني وحي فبيقول لك كده بيقول لك أن ما بداخل الشرير ما يعتمل في قلب الشرير ما هو في الشرير بساعات بيوصل لقلبي بتعمل بيه في قلبك إيه؟ كأني عرفت الشرير بيفكر إزاي؟ هيقول لك الشرير اللي ما بيخافش ربنا بيعمله نأمة معصية الشرير في داخل قلبي أن ليس خوف الله أمام عينه ما عندهش خوف ربنا طب بيعمل يركز بقى لحسن تطلع عبي تعمل واحدة منهم لأنا أقوله دلوقتي واسمك لا تخاف الله لا تهاب ولا تقدره يقول لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اسمه وبغضوه يعني إيه؟ يعني واحد عمال يطبطب على نفسه كل ما يعمل غلط يقول لا مش غلط ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اسمه أما بيعمل الغلط لا يوبخ نفسه ولا يلوم نفسه اللي قال عنها كتاب يشربون الاسم كإيه؟ كالماء بيشرب أنت عمرك مميزت المية دي لونها وطعمها وحاجة يشربون الاسم كالماء فبيقول خلي بالك لو في يوم ما لومتش نفسك على أصغر الأخطاء أنت لا تخاف الله بيكمل يقول كلام فمه اسمه غش كل كلامه وحش كل كلامه مش صادق وما أكثر اللي بيجذبه كتير أوي في حياته بقوله الإنسان الطبيعي يجذب في اليوم خمس مرات تقولي وانا طبيعي ما الانسان طبيعي يقولك والإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة الناس تحب الكذب وتصر بالكذب ده بيجذبه كمان على رجال الله ناس كتيرة أتخيل أنه بعض الناس اللي بتيجي حتى المكتب تعود معايا في ناس بتجذب بس مبرداش أحرجها فبيقول أنه كلام فمه اسم وغش يبقى أنت ما بتخافش ربنا أول حاجة بتصر بالغلط بتملق نفسك لنفسك ثاني حاجة كلامك غلط في غلط وإباحية وكمان في خش يقول كمان كفة عن التعقل إيه ده يعني ما تبقاش عائل أنت بخش ربنا الناس بيقولوا كلمة في الشارع كويس يقول تعقل يعني يعقلها وإيه بيقولوا كده الناس بيقولوا كده يعقلها وتوكل لابد أن تستخدم عقلك معقول ربنا اللي خلق العقل اللي خلق العقل معقول بي مش عايزة استخدمه معقولة إذا كان الله خلق فينا عواطف ومشاعر ودموع ولابد أن نستخدمها كمان ربنا خلق لك عقل أنك تفكر في الأمور الصحيحة يقول تعقل واسحه للصلاوات يخليك عقل يبقى خليك عقل فبيقول كده كفة عن التعقل بيقول كمان كفة عن عمل الخير بطل يعمل خير يعني لما يبقى حد جارك محتاج حاجة ثم تساعده يقول الكتاب لكي لا تساقله على الكنيسة أنت ساعد ما ده عمل خير ده ده كتاب تجاوز مش في الجار ده في الشارع وعطانا المسيح مسأل السامر الصالح يقول إنسان كان بين حي وميت والناس اللي بقولوا بيعرفوا ربنا ما عملوش حاجة لكن جي واحد سامري يقول تحننا صب عليه زيتا وخمرا واركبه على دباته ووصله إلى فندق ودفع دينارين وقال لصاحب الفندق اعتني به مهما أنفقت فعند رجوعي وفيك الجميع إرائك في العمل الخير ده الله يريد منه لو ما عملتش خير أنت لا تخاف الله بيكمل يقول يتفكر بالإسم على مدجعه وهذه الخطايا الخفية اللي عند بعض البشر خطايا ممكن تبقى ظاهرة وكل الناس بتقدرك عشان أنت شكلك كويس لكن عندما تعمل خطايا خفية برضو الناس بتقدرك تقدرك ليه لأنك ما تعرفش يعني حياتك الصحيحة أو الخفية مكنونات نفسك لا تعرف بيقول يتفكر بالإسم على مدجعه وهذه يبالاوي الأيام الأخيرة الناس يبقى عندهمش طهارة وأداسة الناس ما عندهمش نوع من العفة وكلمة عفة في معناها من ضمن معانيها القلة تبقى بتاخد حاجة قليلة وضبط النفس يتفكر بالإسم على مدجعه يقول يقف فيه طريق غير صالح يعني أي حاجة غلط ليه ما هو وجود فيه أي طريق من الصح وقف فيه بيشجع كل حاجة غلط يتفكر يقول أو يقف فيه طريق غير صالح أخيرا يقول لا يرفض الشر يا عزيزي عندنا حرب كتير من الإدسين تكلمون عن الحرب غير المنظورة يعني فيه أرواح شريرة يقول عنها في سفر وشع أو سفر إشعية لأن روح الزنا قد أضل لهم أنا مش شايف الزنا لكن فيه روح للزنا يقول لا يرفض الشر أما يتعرض عليه الشر بيقبله وده دليل كبير جدا جدا قال لي شابك غلبان خالص جي زرني كنت مسرور أن أنا أعد معه بدموع عينه وبيقول لي بيقول لي أنا غلبان ومن عيلة غلبانة هو مش جاي عشانا ساعده في حاجة بس هو جاي يتكلم معي فبيقول لي واحدة من الناس اللي أنا بخدمهم هو بيقول قالت له تعالى بابا وماما موجودين في معانا احنا عزمين عليك عليك فرح ملقاش ولا بابا ولا ماما بعد خمس عشر دقايه دخلت جوة كما ولدتها أمها عمل إيه الواد ده فكرني بيوسر رح نطارها قدامه كده ورح ميشي وعد يعاية قال له رب ليه حاطتني في التجربة يقول عنه يرفض الشر ده واحد يخاف الله لكن الأخ اللي بنتكلم عنه في المزمور لا يرفض الشر هو يستمتع بالشر يا حب المسيحي لهنا لما جه على الأرض عشان ينظف البشر ينظف البشر من خطاياهم أني أتعجب كل العجب عندما ننادي أننا مسيحيون وإحنا ما نعيش الأداسة عشان كده ده الطريق ده ممكن الأسبوع ده مرات يتوب ناس وأشكر الله قدامي شباب كتير محتاج أنك تتوب وترجع على ربنا وتخاف الله تعمله حساب وآلف حساب مش الناس الناس يعملوا لك الناس يعملوا لك الناس النهاردة يكرموك وبكرة يشتموك لكن أنت أنت على قد ما تقدر قال أحدهم لا تخاف من الشخص الذي يخاف الله لا تخاف من واحد بخاف ربنا تخافش منه أبدا لأنه عنده ضبط لكن للأسف بيقول كده أنه الناس في أحوالها صعبة أقولهم تاني عشان تشوف أنا تبع أي أو حاجة يبقى مش بخاف ربنا ده الكتاب البول يقول ليس خوف الله أمام عيني بيعمل إيه لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اسمه وبغضه كلام فمه اسمه وغش كفى عن التعقل عن عمل الخير يتفكر بالاسم على مدجعه يقف في طريق غير صالح لا يرفض الشر بيقول السامع لصوت عبده من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده حبة مرات أنا يعني بسأل فيك وطاعتك الطاعة نفسها لما إحنا في وإحنا سننا صغير كان كلام أبونا بالنسبة لنا دستور نعيش بيه ونقول كده أبونا قال لي دلوقتي مسمحة كلمة دي مش عارف مين السبب لكن زمان وإحنا صغيرين أبونا قال طاعة يقول من منكم سامع لصوت عبده خادمه خادم الله وحده مين اللي بيسمع الصوت إحنا كمسؤولين أو كأباء مرات نقول الصح بس فما بقولك الصح عليك إنك تسمعه مش أمير جماعة بقولك يعني مش أنا أمير جماعة بقولك أنت سمع الكلام غزبا عنك لا لإني أنا بقولك الصح صح ما أعرفه عن كلمة الله وتعليم الكنيس أنا بقولك الصح ومليش مصلحة ومعندناش بوليس عشان يقولك تعمل ده لو ما عملتوش هيحصل لك لا ما عندناش برحتك بس يقول من منكم خائف رب سامع لصوت عبده أقولك بصراحة من غير ما تزعلوا مني إن رأيت واحد من الناس المطينة بيتعامل معي بحس إن الشخص ده راقي طب لقيت واحد متمرد تزعلوش مني ده محتاج يعمله مش عايز أقول كلمة وحش أب أعترفي قال لي ما تشتمش لو لقيت شخص بيطيع بعتبره راقي ليه عندنا مدارس كتير في مصر بس مدارس اللي فيها رهيبات كان ملتزمات الرهيبات كان بعلمه البنات حاجات ما حدش بيعرف يعلمها لهم ولا البيوت واللواءات والوزراء بتوع بلدنا كانوا يحبوا ربوا بناتهم عندنا عارفين ليه البنت تعلم تسمع الكلام والولد بيتعلم يسمع الكلام وما بشوف ولد ولا بنت الغاية ده ولدت من سنهم كبار مسؤولين في البلد وتعلم معهم ألاقي في منتهى الرقي ويقول لي حاضر نعم عليكم تفهموا الباقي فالرقية معناها أنك تقول حاضر مش العكس أنك تقول نعم أنك كمان تقولي نعم أنك تقول نعم يقول الكتاب المؤدس يقول من سامع لصوت عبده يقول فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطيئة ولكنكم قطعتم من القلب ودي اللي واخداني أنا في قلبي يقول قطعتم مش من لسانك قطعتم من القلب ما تيجي ساعد تقولي بنتك وحفيتك ما تعمليش تقولها حاضر يا تيتا هي ايه عملت ايه تبتخذ على قد عقلك يا تيتا لكن يقول قطعتم من القلب من قلبك قطعتم من القلب بيكمل بيقول من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له مش مقصود بها واحد بيعمل غلط لكن واحد محتاج استرشاد ساعات كتير قوي مننا حتى في الاختيارات أما تبقي عايزة تختاري حاجة عايز تختار حاجة مرات عندك بتحتار بطريقة رهيبة طب نعمل أنهي بالساعات بتبقى شكلك زي واحد في ظلمة واللي في ظلمة ما بيقدرش يحدد ولا طريق ولا لون ولا شكل ولا أي حاجة واحد في ظلم قاعد في ظلم يقول من منكم الذي يسلك في الظلمات ولا نور له يا بختنا بالمسيح الهنا قال كلمة جميلة يقول أنا جئت نورا للعالم حتى كل من يتبعني لا يمشي في الظلمة أنا جئت نور للعالم أنا جاي نور أنا جاي نور عليه كان عندي وظف مكان ما من حوالي شهر ولا حاجة فكنت بقول لهم ما تقولوش لحد منور ساعة أنتوا في تجامله كان جدي أنا كان يجي زورنا وبعدين إحنا نسكت خالص وبعدين شايفنا سكتين فبيقول أنتم منورين ده جدي اللي جاي زورنا عشان إحنا نرد عليه فما كبير تفهمت بقى أن ما قولش لحد منور خالص ما قولش لواحد أنت منور ما حدش يقوله حتى من الأبهات إلا في حالة واحدة بس أن نور المسيح ينطبع عليه أنت تتبع المسيح يقول إذا كان النور الذي فيكم نور جواك أنت هو ده بس لكن بساعة نجامل بعض أنت منورة ولا هي منورة ولا حاجة وبعدين تقولوها البعض تاني وبعدين واحدة تقول إيه أنا كنت عايزة أقولك أنت منورة بس أنبا بابلي قال ما تقوليش من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له مين اللي اللي عايز استرشاد مين اللي عايز مشورة مين اللي عايز تضاءه أدامه طرق يا ما كتير بنحتاري أحب أسافر ولا ما أسافرش أتجوز ولا ما أتجوز أشري ده ولا ما أشريهوش أعمل المشروع ده ولا ما أعملوش من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له يقول يكمل يقول فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله ودي بنحتاجها في زمن الماديات إحنا في زمن وحشة أحبة زمن فقط المنظورات المحسوسات إحنا في زمن نشوفه بس اللي نشوفه بعينينا نسدقه طب مش شايف مش ميسدق فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله المين اللي محتار المحتار ناس كتير لو أنت عايز بتوصل للحق يقول فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله كلكم ربيتوا عيال صغيرين المتجوزين يعني في أباء ومهات يربي عيالهم بعينيهم ركس لنا بلد بعين إحنا من البيوت اللي تربينا بالعين بتفهم بتفهم التأدير الاحترام وحاجات تانية يعني في زغرة كده بتتعامل خلاص تتربية العين والولد والبنت يفهم مشيئتك ويفهم رأيك إيه بعينيك بس دي آية في الكتاب المؤدس يقول إيه أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك كلمة عين عليك في اللغة العبرية مش مقصود بها أن أنا بص عليك لا أنا أنصحك with my eyes بعيني أنصحك بعيني يعني أبص عليك خلاص فهمت والله حاطت كل جسمنا ما فيوش أي تعبير إيدينا رجلنا كل جسمنا ما فيوش غير الوج الله جعل الوج لكي يعبر طب إيه رأيك وأنا عايز بقى رأي من ربنا أعمل إيه يقول أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعيني أنصحك بعيني أحب أن أحتاج إلى إرشاد بقول فبيقول لي يتكل على اسم الرب يعني إيه يتكل على اسم الرب يعني كل شوية يقول له أنا معرفش أنا ما فهمش عندنا مشكلة في قطاع المنتزه بين عندي أنا كما سقول الناس كتيرة بيمضوا شيكات وناس كتيرة بيمضوا إصالات أمانة وبعدين ناس كتيرة بتطالبني أنا أسدد كل ديون اللي موجودين في قطاع المنتزه أنا عايز البنك المركزي نفسه بس السؤال البسيط من استشرت يا أخي وقفت قدام ربنا قفلت على لسك القوضة وصرخت لربنا أمضي ولا ما أمضيش أقول ولا ما أقولش أروح أشتري دي ولا ما أشتريش وقول لكم بقى نصيحة شخصية يعني لغاية ما الدولار ينزل إياكوا تشتروا حاجة جديدة ولا واحد ولا واحد بقول للرجالة مراتك تقول لها أم ببابلي أنا ما نشتريش حاجة جديدة وديها تريحكم نفسيا في الغلا زعلنين تاكلوا بس جبلهم لحمة وفراخ لكن حاجات تانية لا فكتير أو يوقعوا في مشاريع خاطئة يا ما خسروا وخسروا بيوتهم ودخلوا السجون كان إيه الواجب يقول من يسلك في الظلمات ولا نور له فليتكل على اسم الرب ويستند على إله يروح لربنا يطلب مشورة من ربنا يقول له أعمله ولا أعملهاش دي أروح ولا ما أروحش أشتري ولا ما أشتريش يا ما بقى الناس اتضحك عليها وحصل لها نوع من يعني وصلوا لغاية الحضيط لغاية الحضيط بسبب أنه ما طلبش مشورة طب أعرف منين أعرف منين قالك لما أنت تقرب من ربنا وتنفذ وصايا ربنا مش هتعمل حاجة غلط أولا مش هتعمل حاجة غلط مش هتعمل حاجة فيها يعني مخطرة خطأ النقطة التانية إن عندك مشيرين يقول في سفر الأمثال أما الخلاص فبكسرة المشيرين يعني النجاة كلمة الخلاص يعني النجاة النجاة بكسرة المشير روح يستشير ما تعملش ناسك كبير إياك تظن إنك أنت اللي فهم يا ما ناس على فكرة ولد من ولادي دخل السجن كنت بخدمه يعني وبعدين بقول له مين اللي معاك في السجن قال لي ده فلان اللي معاك ملايين ومليارات ودي يا سلام لو انت قعد مع الناس يعني بس للأسف خسروا كل حاجة وبقوا مديونين للناس أما الخلاص فبكسرة المشيرين اسأل اطرق باب الله خبط على الباب قال اقرعه اقرع خبط على باب ربنا قل له هعمل ولا ما عملش من منكم يسلك في الظلمات ولا نور له يقول الفليات على اسم الرب ويستند على يا بختك لو مسنود على ربنا مش دروشة هنا أنا مش بكلم أنا بكلم كلام عملي مش دروشة يعني ايه استند على ربنا عارفين يعني ايه يعني يا رب أنا مشابشي المكان ده أو الورح المكان ده غير لما يبقى معك أنا مشتند عليك ووريني علامات ووريني رأيك مستند عليك طيب رفد انا عملت كل ده دخلت وقضتي وطلبت مشورة من ربنا وبعدين روحت لقب اعترافي وسألت ناس وعملت مشروع والمشروع ده خسر ايه رأيكم مشت عملت قلنا شوية طيب عملنا كده لو انا عملت كده كل اللي انا قلته ده هقول لك آية حتى لو افتقرت بس في اللحظة دي في واحد مسؤول عني يقول الكتاب مؤدس يقول من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يصر السقط لا ينطرح اه صعيد كبوة موجودة السقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده ساعت فيه رجالة ياخدوا عيالهم يقعدوا ينططوا كده فالأم تصرخ اما الوادز غنن كده يروح رميل غاية السقف تقول لها ما تخفيش أنا ايديا شايلاء لأن الرب يقول السقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده ايضا كنت فتى وقد شخ ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس هبزا بيقولك حتى لو أنا كده السقط لا ينطرح صحيح حصله كبوة وربما الله سمح بهذا لأجل خلاص نفسه لكن يقينا أنه في شخص بيسنده حدستكم عن هذه الآية من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له فليتكل على اسم الرب ويستند إلى إله ولربنا المجد في كنيسته آمين